اشتركوا في القناة او اخذنا مقدمة عن الانسحاب في المستوى الاحداثي نسترجع معا ما اخذناه في درسنا السابق تعلمنا سابقا كيف نمثل الازواج المرتبة في المستوى الاحداثي وتعلمنا ايضا كيف نمثل الدوال تمثيل الازواج المرتبة في المستوى الاحداثي عندما نريد ان نمثل زوج مرتب ماذا نبدأ؟ ممتاز بنقطة الاصل نبدأ بنقطة الاصل ثم نتحرك العدد الاول يعني اننا نتحرك افقيا على محور السين ممتاز والعدد الثاني نتحرك رأسيا على محور صاد ممتاز جدا ما الفرق بين تمثيل الازواج المرتبة وتمثيل الدوال؟ الفرق بينها ان تمثيل الدوال دائما ترتبط الاحداث السيني والاحداث الصادي بقاعدة نسميها قاعدة الدالة ممتاز ناقشنا في الحصة السابقة هذا التكليف كان لدينا مطلوب رسم تعيين نقاط الف وباء وجيم ونصل بينها بالتتابع وحصلنا على شكل مثلث جميع هذا التكليف ناقشنا في الحصة الماضية حصلنا على شكل وهو شكل مثلث الآن نسترجع معا طريقة التمثيل كانت طريقة التمثيل هي مثلنا النقطة الف تحركنا من المحور تحركنا من نقطة الأصل بدأنا من نقطة الأصل تحركنا إلى العدد ثلاثة ثم صعدنا ستة باتجاه الرأسي بالمثل بالنسبة لنقطة با تحركنا أربعة للمحور الصيني صعدنا إلى الأعلى بمقدار تسعة وعيننا النقطة با بالمثل بالنسبة للنقطة جيم تحركنا على محور الصينات حتى وصلنا إلى الإحداث الصيني للجيم كم؟ ممتاز سبعة ثم صعدنا بمقدار ستة ممتاز طيب الآن ذكرنا مثال في الحصة السابقة أيضا عن غرفة هالة إذا كانت غرفة هالة بهذه الغرفة هالة غرفة هالة بهذه الطريقة الآن هالة تريد أن تغير هالة تريد أن تغير مكان مكتبها من الجانب الغرفة الأيسر تريد أن تزيح المكتب إلى جانب آخر فمثلا تريد أن تزيحه بالاتجاه يمكن أن تزيح هالة بالاتجاه لهذا الاتجاه ممتاز فتسحب هالة المكتب إلى الاتجاه الآخر إذن باتجاه رأسي أم أفقي؟ رأسي ممتاز أو ممكن أن تزيحه بهذا الاتجاه لهو اتجاه أفقي ممتاز إذا أزاحت هالة المكتب هل يتغير شكله؟ هل يتغير قياساته؟ ممتاز يظل بنفس الشكل ونفس القياسات ويحافظ على نفس شكله وهو شكل سطح المكتب وهو الشكل المستطيل الآن ما قامت به هالة يسمى أو يقابله في رياضيات ما نسميه الانسحاب وهو أحد التحويلات الهندسية إذن تسمى حركة الشكل الهندسي تحويلا هندسيا ويسمى الشكل الناتج عن هذا الحركة يسمى صورة الشكل الآن فإذا كان لدينا هذا المثلث باللون الأزرق هذا هو الأصل نريد الآن إزاحة هذا المثلث لاحظ الآن أثناء إزاحة هذا المثلث لا يتغير مجرد أني أنا أسحب هذا المثلث إذن لا يتغير عندي لا الشكل ولا القياسات في هذا المثلث فالآن أزحنا هذا المثلث بهذا الاتجاه حصلنا على المثلث اللي باللون الأخضر هذا يسمى صورة الشكل يسمى صورة الشكل طيب إذن في الانسحاب مهم جدا ننتبه إلى عدة نقاط أولا هو إزاحة دون تدوير يعني يظل بنفس الشكل الآن هذا المثلث بهذا الاتجاه إذن يظل بنفس الاتجاه نفس الشكل دون تدوير لا ينتج عن ذلك تغيير لا في القياسات ولا في الشكل إذن لكي نجري انسحابا نحرك جميع الرؤوس تتحرك جميع الرؤوس تحرك الرأس الأول الثاني والثالث تتحرك جميعها في نفس الاتجاه وبمسافة متساوية في هذه الحالة نحصل على انسحاب ناقشنا أيضا طريقة التمثيل أو كان هدفنا اللي هو رسم صورة شكل بالانسحاب على المستوى الإحداثي وناقشنا كيف نرسم صورة الشكل قلنا أننا ننظر إلى النقاط الموجودة نقاط الشكل لأننا راح نحرك جميع نقاط الشكل ننظر إلى النقطة الأولى اللي هي نقطة ألف نحركها كم؟ إذن راح يعطيني في الانسحاب راح يعطيني مسافة ورح يعطيني اتجاه إذن كم المسافة؟ أربعة ممتاز أربعة وحدات إلى أين؟ أين الاتجاه؟ إلى أسفل ممتاز إذن سوف نأخذ نقاط الشكل نقطة نقطة ونجري لها انسحابا نأخذ الآن النقطة ألف نحرك النقطة ألف أربع وحدات إلى أسفل نحرك الآن نقطة ألف أربع وحدات إلى أسفل بهذا الشكل إذن حركنا الآن نقطة ألف واحد اثنان ثلاثة أربعة إذن هنا النقطة الجديدة تقع هنا ولأنها صورة النقطة ألف نقول ألف ماذا؟ ألف شرطة بالمثل الآن بالنسبة للنقطة باء النقطة باء نحركها أربع وحدات إلى أسفل نعد الآن مع بعضنا واحد اثنان ثلاثة أربعة إذن هنا النقطة باء ونسميها صورة باء باء شرطة إذن باء شرطة بالمثل الآن بالنسبة إلى نقطة جيم ننزل من نقطة جيم أربع وحدات إلى أسفل واحد اثنان ثلاثة أربعة ونسميها نقطة جيم ولكن لأنها صورة جيم إذن جيم شرطة الآن سوف نصل بين نقاط الجديدة الصورة نصل بين النقاط الجديدة بهذا الطريقة طبعا يجب أن نصل باستخدام ماذا؟ باستخدام المصطرة نستخدم نصل بين النقاط باستخدام المصطرة بهذا الطريقة وصلنا الآن النقطة الأولى بنقطة الثانية نصل النقطة الثانية بنقطة الثالثة والثالثة بنقطة الأولى حصلنا على شكل قارني الآن أو قارني الشكلين ببعضهما من ناحية القياسات ومن ناحية الشكل هل تغيرت قياساتك كبر صغر لا ممتاز هل تغير شكله لا مثلث مثلث ممتاز إذن ما إحداثيات رؤوس صورة المثلث ألف باء جيم كيف نوجد الإحداثيات درسنا السابق نبدأ من نقطة الأصل نتحرك إلى أن نصل إلى أسفل النقطة أسفل النقطة ألف شرطة طبعا تقرأ ألف شرطة هي ماذا؟ ثلاثة ممتاز إذن ثلاثة ثلاثة والإحداثي الثاني كم؟ إثنان ممتاز ثلاثة وإثنان ماذا عن النقطة الثانية؟ نقطة باء شرطة أسفل النقطة باء أربعة ممتاز إذن أربعة ويقابلها على الإحداث الصادي كم؟ خمسة ممتاز بالمثل الآن نقطة جيم نتحرك إلى أن نصل إلى أسفل نقطة جيم شرطة كم؟ ممتاز سبعة والآن كم يقابلها على الإحداث الصادي؟ إثنان ممتاز سبعة وإثنان بالمثل الآن نريد أن نرسم صورة المثلث ولكن بثلاث وإحداث إلى ماذا؟ اليسار كانت قبل قليل الحركة رأسية الآن نرى الحركة الأفقية هل تختلف أم لا؟ نمثل النقاط بنفس الطريقة الآن أرسم صورة المثلث بعد كل انسحاب لازم الانسحاب يعطيني مقدار ويعطيني اتجاه ممتاز فالآن نأخذ أحد نقاط الشكل الآن النقطة هذه النقطة الآن نريد الآن أن نحرك هذه النقطة ثلاث وحدات إلى اليسار إذن واحد اثنان ثلاثة واحد اثنان ثلاثة هذه النقطة طيب الآن نحرك النقطة الأخرى هذه النقطة النقطة الآن سوف نحركها بمقدار أيضا ثلاث وحدات إلى اليسار واحد اثنان ثلاثة هذه النقطة الآن النقطة الثالثة في المثلث نحركها أيضا ثلاث وحدات باتجاه من؟ باتجاه اليسار إذن واحد اثنان ثلاثة هذا مكان النقطة حركنا الآن جميع نقاط الشكل في اتجاه واحد وبمسافة متساوية إذن الآن أجرينا انسحاب نصل الآن بين النقاط نصل بين النقاط حتى نحصل على الشكل أو صورة الشكل نستخدم طبعا المصطرة يا أحبائي طيب الآن استخدمنا أو رسمنا صورة الشكل إذن هذه هي الصورة وهذا هو الأصل الآن ما هي الإحداثيات؟ إحداثيات النقاط درسنا سابقة ومهارة سابقة النقطة الآن الأولى من الصفر إلى كم؟ خمسة إذن خمسة خمسة والإحداث الثاني كم؟ اثنان ممتاز خمسة واثنان بالنسبة للنقطة الثانية الآن نعمل على هذه النقطة يقابلها على المحور السيني كم؟ كم المسافة؟ إثنان ممتاز إذن إثنان و ماذا؟ ستة ممتاز النقطة الثالثة الآن لدينا نقطة الثالثة هنا كم يقابلها على محور السين؟ الإحداث السيني لها كم؟ خمسة ممتاز والإحداث الصادي لها كم؟ ستة ممتاز حصلنا على أو كتبنا الأزواج المرتبة لرؤوس الصورة الآن كان سؤال في الحصاء الماضية كيف نسحب شكلاً باتجاه كيف تسحب شكلاً باتجاه قطري طبعاً الآن حركة اللي قبله شوي تحركنا تحركنا باتجاه أفقي وتحركنا باتجاه رأسي لكن قد تكون الحركة في اتجاه قطري كيف نحرك شكل؟ مثل المثالث الذي قبل قليل كيف نحركه باتجاه قطري؟ ممتاز نحرك يميناً أو يساراً ثم إلى أعلى أو أسفل إذن تكون الحركة في حركة ماذا؟ مركبة ممتاز إذن نسحب الشكل يميناً أو يساراً ثم إلى أعلى أو إلى أسفل ممتاز جداً هذا ما سنطبقه في مثالنا هذا الآن كانت الأمثلة السابقة الحركة باتجاه واحد الآن هنا الحركة مركبة ما معنى حركة مركبة؟ معنى حركة مركبة يعني أنه سيكون هناك اتجاهين ومقدارين إذن لدينا الآن شكل نريد أن نجري له انسحاب هذا الانسحاب رح يكون انسحاب قطري إذن الانسحاب القطري في هذه الحالة سيكون الانتجاه يأما اليسار وأعلى أو يسار ويسار وأسفل وهكذا فالمثال الآن عندنا يسار وأسفل نأخذ الآن نقطة على هذا الشكل لتكون هذه النقطة مثلاً نريد أن نحركها الآن نحركها خمس وحدات إلى اليسار ووحدتان إلى أسفل نحاول نوضحها الآن بالقلم خمس وحدات إلى اليسار عدوا معاي واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ووحدتان إلى أسفل بهذه الطريقة إذن الآن خمس وحدات إلى اليسار واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ووحدتان إلى أسفل إذن المكان الجديد هنا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة هنا نتأكد واحد اثنان ثلاثة أربعة خمس وحدات إلى اليسار ووحدتان إلى أسفل بهذه الطريقة ببتاز بالمثل الآن النقاط الثانية النقطة الثانية هنا خمسة يسار اثنين أسفل إذن واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ثم اثنان إلى أسفل واحد اثنان إذن تكون عند رقم أربعة ممتاز تكون عند الرقم أربعة بالمثل الآن عندنا النقطة الثالثة النقطة الثالثة هنا نتحرك خمسة يسار واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ثم أثنان إلى أسفل بهذه الطريقة ثم نصل بين هذه النقاط باستعمال المصطرة بخطوط مستقيمة سوف نصل بينها الآن بهذه الطريقة إذن حصلنا على ماذا كان شكل الأساسي مثلث الصورة عبارة عن ماذا مثلث أيضا ممتاز بنفس القياسات بنفس الشكل لم يتغير إذن الانسحاب إما كان أفقي أو رأسي أو قطري القطري يكون في حركة أو انسحاب مركب الآن نأخذ مثال تطبيقي مشت نجلة ستة أمتار غربا وأربعة أمتار شمالا صف هذا التحويل الآن عندنا نجلة نجلة تريد أن تمشي أو تصل إلى مكان يجب أن تمشي ستة أمتار غربا وأربعة أمتار شمالا دعونا نرسم شكل هذه نجلة تريد أن تصل إلى مكان والوصول إلى هذا المكان يجب أن تمشي يجب أن تمشي ستة أمتار غربا هل تعرفون الاتجاهات؟ ممتاز لدينا الاتجاهات أربعة اتجاه دائما السهم لأعلى يشير إلى اتجاه ممتاز شمال ولأسفل جنوب ممتاز اليمين شرق واليسار غرب ممتاز نجلة الآن تريد أن تمشي ستة أمتار ستة أمتار ماذا؟ غربا إذن لدينا مقدار للحركة واتجاه لهذه الحركة إذن ستة أمتار غربا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة هل وصلت نجلة إلى وجهتها؟ لا تريد أن تمشي أربعة أمتار شمالا إذن الآن تحركنا بمقدار كم وحدة؟ ستة ستة وحدات ممتاز بأي اتجاه؟ باتجاه اليسار إذن ستة وحدات يسارا طيب الآن لم تصل تريد أن تمشي أيضا باتجاه آخر تريد أن تمشي أربعة أمتار ماذا؟ شمالا إذن واحد اثنان ثلاثة أربعة هذه هي وجهة نجلة حركة نجلة الآن أفقية أم رأسية؟ ممتاز لا أفقي ولا رأسي ولكنها حركة ماذا؟ هي في الحقيقة وصلت إلى هنا حركة ماذا؟ قطرية إذن انسحاب قطري ممتاز لنصف تحويل الذي قامت أو مشت به نجلة ست وحدات إذن ست وحدات بأي اتجاه؟ يسارا ممتاز ست وحدات يسارا وأربعة أربعة شمالا ماذا يعني؟ وأربعة وحدات أين إلى أعلى؟ ممتاز طيب الآن وصفنا الآن التحويل الذي تحركت به نجلة الآن لدينا سؤال آخر حركة المثلث المبين رؤوسه في الجدول لدينا مثلث لكن المثلث الآن بدنا ننتقل إلى الأشياء الغير مرئية مثلا هنا بالجداول لدينا مثلث مبينة رؤوسه في الجدول المجاور هذا مثلث وفيه المثلث لديه ثلاث رؤوس كل رأس له إحداثيات المطلوب إيجاد إحداثيات الرأس الثالث هو عطاني الآن الإحداثيات بعد التحويل هذه الإحداثيات إحداثيات الأصل وأعطاني إحداثيات لماذا؟ للصورة وطلب مني أوجد إحداثيات الرأس الثالث هذه تحتاج منها نتأمل الآن الرأس الأول واحد واثنان هذا الرأس الأول كم أصبحت إحداثيات الرأس الأول؟ كم أصبحت إحداثيات الرأس الأول؟ كم أصبحت إحداثيات الرأس الأول؟ ستة وخمسة إذن ستة وخمسة نفكر الآن كيف أصبح الواحد ستة؟ كيف أصبح الواحد ستة ممتاز أضفنا عليه خمسة ممتاز والإثنان كيف أصبحت خمسة أضفنا ثلاثة رائع إذن للحصول على الصورة طبعا الآن هذه إحداثيات الأصل هذه إحداثيات الأصل وهذه إحداثيات الصورة إذن للحصول على الصورة أضفنا خمسة للإحداث السيني وأضفنا ثلاثة للإحداث الصادي والإضافة ثابتة في الانسحاب دائما نضيف لكل النقاط نقولنا يتحرق بمسافة متساوية خلونا نجرب الآن النقطة الثانية النقطة الثانية واحد وأربعة أصبحت كم؟ ستة وسبعة ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ الواحد كيف أصبح ستة؟ أضفنا خمسة همتاز الأربعة كيف أصبحت سبعة؟ أضفنا ثلاثة همتاز إذن الإضافة ثابتة في كل النقاط إذن المفترض نقطتنا الثالثة أو رأسنا الثالث يتغير بنفس الطريقة إذن ما هي الإحداثيات؟ ما هي الإحداثيات؟ كم ستصبح؟ الأربعة سنضيف عليها خمسة لأن الإحداث السيني خمسة إذن الأربعة سنضيف عليها خمسة الأربعة سنضيف عليها خمسة إذن أربعة وأربعة نضيف علي الإحداث السيني خمسة تصبح ممتاز تسعة والإحداث الصادي يضاف عليه ثلاثة إذن أربعة زائد ثلاثة تصبح سبعة ممتاز جدا إذن الإحداثيات الرأس الثالث هي ماذا؟ تسعة وسبعة إحداثيات الرأس الثالث هو تسعة وسبعة إذن في ختام درسنا نحاول أن نجمع أفكارنا التحويلات الهندسية التحويلات الهندسية ليست فقط انسحاب نحن نعرف أن يمكن تحويل الشكل إلى شكل آخر بعدة الطرق وسنتعرف عليها بإذن الله بحصفنا القادمة فالتحويلات الهندسية لها عدة أنواع ترسنا اليوم الإنسحاب الإنسحاب ماذا يميزه؟ الإنسحاب هو إزاحة شكل دون تدوير دون قلب لا ينتج عن ذلك تغيير لا في القياسات ولا في الشكل الإنسحابات التي درسناها أو التي طبقنا عليها اليوم أفقي ورأسي وقطري يوجد أنواع أخرى للإنسحاب التحويلات الهندسية سندرسها بإذن الله في حصصنا القادمة فليس كل شكل إذا سحبنا أو إذا غيرناه من مكانه يظل شكله كما هو أو قياساته كما هو وليس كل شكل لا ينقلب أو لا يتم تدوير كل هذا سنأخذه إن شاء الله في الحصص القادمة أخيرا تعلمنا سابقا رسم صورة شكل بالإنسحاب على المستوى الإحداثي وعرفنا كيف يمكن رسمها من خلال التعرف على المقدار الإنسحاب ومهمني أيضا اتجاه الإنسحاب بأي اتجاه هو لديكم واجب صفحة 178 ما الشكل الذي يمثل إنسحابا بناء على ما درسناه اليوم حول الإنسحاب أخيرا عرفنا معنى التحويل الهندسي وصورة الشكل والإنسحاب نكمل ما بدأناه إن شاء الله في حصتنا القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة